قرار مشحف بهذه الكلمات وصف العشرات من سائقي حافلات عمان نعور وعمان لمقابلين القرار الصادر عن أمانة عمان الكبرى بنقل موقف الحافلات من ساحة النخيل إلى شارع قريش فقد نظم سائق الحافلات البالغ عددها 28 حافلة وقفة في ساحة النخيل وسط عمان احتجاجا على قرار الأمانة وعربوا عن سخطهم تجاه القرار الذي وصفوه بالمشحف بحق الركاب وبحقهم على حد سواء إذ يعتبر شارع قريش من أكثر شوارع وسط البلد ازدحاما وعليه يصعب التنزيل والتحميل فيه على حد تعبيرهم هذه الوقفة بناء على ما قاله السائقون ستستمر إلى حين عدول الأمانة عن هذا القرار أو إيجاد موقف باصات جديد فيهان أنا موقف قديم أخلوا البصات منه بدون منزولنا تحت بوسط البلد نفس الشارع شارع رئيسي بوسط البلد بين السيارات وبين الناس الماشية موقف بصات ما يصير هناك يعني حتى الركاب ما يقدروا يقطعوا على الشارع معرض الراكب لأي حادث سير ممكن تدعسوا سيارة أثناء قطعوا على الشارع فعشان هيك احنا صفينا البصات وقلنا إن شاء الله لما الأمانة الموقرة إنها تشوف هنا موقف بصات جديد كيف أنت وسط بلد محلات وبصات وبدك تزيد أزمة البلد بدلاً ما تحل مشكلة ما أزمة البلد أنت قاعد بدك تسوي لأزمة تحطني بوسط البلد وأنا باص كبير احنا تقريباً 28 إلى 30 باص على الخط الأمانة تعطي قرارات من جهة الهيئة المستقلة ما لها دخل بالنقل المستقلة ما لها دخل بالموضوع وزارة النقل متغيبة كاملة عن الموضوع احنا تقريباً نخدم ثلاث ألوية تقريباً اللي هو لواء المقابلين واللواء نعور ومرجل حمامة والستين